ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكراً لكم طبعاً لأتا حياتنا الفرصة أن نتحدث عن عمل محطات تأليف الأديب وشاعر إبراهيم غولان وتمثيلي أنا ويسام بربر وإخراج الدكتور محمد إسماعي الطائي طبعاً أحب منبريكم أن أشكر فركة مسرح قراقوج بغديدة للتمثيل طبعاً بالتعاون مع كل ثلاثنون جميلة انططنا القاعة وساعدتنا بكل شيء العمل يتحدث عن مهاجر يهاجر وطنها ولكن لأسباب عندها هذه المسرحيات تتحدث عن هذا المهاجر لأنه ما منح للوطن أي فرصة للعيش الكريم داخله فيتحدث عن المحطات اللي يمر بها محطة الغرق الصديقة صديقة الطفولة اللي يلتقي بها عندما يصل إلى البحر وتكون معه في قارب الموت يعني قارب الموت اللي كنا نسمع عنها ويشوفها وفعلاً القارب يغرق وما يلحق يعني يخلص صديقة الصديقة الطفولة وأيضاً يمر بمرحلة أخرى مرحلة اللي كان يلتقي بها في أثناء طفولته ويذكر أيام الخدمة العسكرية كيف كان يتعامل معه الضابط وهو كان صاحب مثلاً شهادة أو ما كان متعود على هذا الذل اللي كان يشوفه من الضابط أو العريف العسكرية اللي كان يقدم للإهانات الكثيرة ولكن في نهاية المطاف يترك الحقيبة حقيبته ويغادر الوطن دوري في هذه المسرحية هي تتحدث عن هذا المهاجر وطبعاً إحنا كمختصين نعرف بأنه الموندراما هي استذكار لما حدث نستذكروه الآن ولكن المستقبل الشخصية هو مضبط تماماً فيترك حقيبته على واحدة منه المحطات ويبدأ برحلة أخرى من الرحلات التي لا نهاية لها الموندراما هو الفعل الأحادي أو الصراع الأحادي اللي تعاني منها الشخصية طبعاً اللي تعاني منها الشخصية الشخصية هنا متشضية إلى عدة الشخصيات مرة يطلع هو الوطن ومرة يتكلم بشخصيته مرة يتكلم بشخصية الآب اللي فقد أولاده ليس فقط فقدهم موتاً ولكن فقدهم جسدياً وأيضاً روحياً عندما غادروا الوطن إلى بلدان الشتات وكان يقول يا للفرحة لوصولهم كل واحد منهم إلى بقعة معينة من الكرة الأرضية ويستهزئ بهذه الفرحة لأنه ليست فرحة مكتملة بل هي تشتت عائلة تشتت لمة العائلة ففي نهاية المطاف يستهزئ بهذه الفرحة ويترك حقيبته أيضاً على واحدة من المحطات ويغادرها أيضاً